في خبرنا الأخير عقدت جمعية الناشرين الإماراتيين اجتماعها العمومي العادي السادس الفين وثلاثة وعشرين بحضور أعضاء مجلس الإدارة والمكتب التنفيذي للجمعية والناشرين الأعضاء وممثلين عن وزارة تنمية المجتمع وخلال الاجتماع انتخبت الجمعية أعضاء مجلس إدارتها الجديد الفين وثلاثة وعشرين الفين وخمسة وعشرين حيث ترشح سبعة أعضاء عن خمسة مقاعد وأسفرت نتائج التصويت على مجلس الإدارة الجديد عن فوز كل من عبدالله الكعبي من دار الرمسة للنشر ومحمد بن دخين من دار التخيل للإعلام وأميرة بو كدرة من منشورات غاف لتجارة الكتب وفاطمة الخطيب من دار سدرة لخدمات النشر وعبدالله الشرهام من دار أجيال للنشر